السلام عليكم و مرحبا بكم في قناة دي دوسامادي هاد النهار ان شاء الله غدي نقدم واحد الموضوع لمهم مهم بزاف وهو كيفاش نشريو ارني بدينا احنا عاد باديين بغينا نشريو واحدة يعني كمو ابتدئ وبغيت نشري واحد الارنب يعني بغيت نشري بدا المشروع ديالي اش غدي ندير يعني بالنسبة للارنب تقلاب ديالهم يعني كيفاش نشريهم من السوق يعني وش نشري الاناث وش نشري الدكور يعني اش غدي ندير هاد القضية هدي تحلم من الكومنتر سولوني عليها و بغيت نشاركها معكم هاد النهار اذا اول حاجة غدت نمشيو للسوق ان شاء الله غدي تحاولو انكم تشريو ما تشريوش بزاف ديالالدوكور يعني كاي اللي غدي يمشي شري مثلا جوج دوكور او تلاتة ومعه النتوات لا خاصكم تشريو غي ذكر واحد ومعه النتوات دكشي على حساب الاستيطاعة ديالكم وثلاثة ديال النتوات والهجوج مهم دكشي شغلكم كين قضية ما تشريوش الآلانيب هما كبارين يعني راهم فيتين والدين لا تشريو شرهم فالعمور ديال للشغل يعني هذا الشي خستكم تسوولو البائع وهد البائع سمو خستكم ديرولو خستكم ديرولو واحد نوع من استجواب يعني هي عبارة عن اسئلة ولكن في الحقيقة راها استجواب بها باش كتعرفو هد الألانيب كيفاش يعني كيفاش ممكن انكم التعاملوا معها اذا اول حاجة مني غادي تمشي تسمو له البائع سمو غادي تمشي تسمو له نوع من الاسئلة قيم السؤال الأول وهو يعني السؤال ديال البائع واش كيدير الدواء يعني واش راح مداويهم ولما مداويهمش لكن قال لكم مداويهم وتقصو فيه يعني من الأحسن أنكم تخدم عنده التواريخ ديال أي حاجة فقاش الدوات يعني فقاش دار ليبرا ديال ليموراجي فقاش دار يعني جميع الأدوية اللي عنده تحولوا تسولوه على التواريخ دياله كين قادية أخرى يعني ممكن أنكم تسولوه على الظروف اللي هو كيربي فيها الألانيب يعني واش كيربي عنده التربية في الأرضية كيربي في الأرض ولا في الأقفاص وممكن أنكم عوتاني تسولوه على السبب ديال البيع ديال الأرانيب يعني علاش كيبيع واش غي كيسم منه كيبيع واش ديرهم التربية واش يعني تسولوه على هالقضية هالي يعني هادي الأسئلة راه مهمة كين عوتاني قادية ديال السولالات خسكم تشوفو هادوك السولالات اللي عنده هو شناية واش سولالات جيدة يعني واش هو منقي منه مش سولالات اخرين يعني هادو هم الأسئلة اللي ممكن أنكم تسولوه منين نسولوه اه هادو غي تجي الدور ديال عoquكم يعني منين نجو تبغي تشوفو يعني اختيار ديال empre disfrاء دياله اللي ود له하는 لأسئلة لدوى ثم ويقام تسولو بعدها أولا انبي magnitude وهش هاديك وكي بي عمي ثم ي valores والغيك يشرى وكي يبع إذن أول حاجة وهو غدي يجي الدور ديالك مثلا هو عنده بزاف ديال السلالات نينجو تخطروا السلالة ليس تختاروا سلالة بحل نقوله هو مدخل شانشيلا مدخل مدخل بابيون يوزيلاندين مكحل بزاف ديال السلالات مخلطهم سمون تخطروا حاولوا انكم الشانشيلا خدوها الشانشيلا رمعروفة او سولوا هو في نية الشانشيلا وخدوها في الإينات اما بالنسبة للذكور خدوا بابيون بحال هاد الشكل هادا بابيون عندما تشوفوا بذكر عندما تشوفوا الزواقة دياله حاولوا انكم تجيبوا البابيون يعني خدوا من عنده البابيون هاد الشي بالنسبة للاختيار ديال السلالات دابا نجيبوا نشوفوا المسألة ديال يعني انتوما كيفاش غتيتقلبوا يعني عندما تسولتوا بعض الاسئلة دابا كيفاش غتيتقلبوا انتوما أول حاجة وهي السيلان ديال الأنف ما خصوش يكون في السيلان ديال الأنف تاني حاجة ما يكونش ودنيه طايحين دابا انتم ما تقلب ديالكم انتم معاود السيلان ديال الألف ما يكون سيلان وما يكونش الأدنين دياله طايحين وخاغي أدن واحدة تكون طايحة الا خصوش يكونوا ودنيه واقفين بجوش لا بالنسبة للذكرة لا بالنسبة للأنثة هاد الشي اللي كنقول لكم خصوش يكون مكسي كامل بالشعر ما يكونش في شي 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 واحد جيها ما مكسيش منه بأمال يعني حاولوا انكم تقلبوا بأكمالي النيف دياله للرجلين أي حاجة يكون مكسي بالشعر تشوفوا كين في شي فارغات اعرفوا بالدراها هذا كراها مريض ما تديروش كين قاديه ديال خاصو يكون شديد الحيوية والناشط يكون كي تركل يعني مني تهزوه المسكة ديالوراني درتها في واحد الفيديو قبل اني تهزو من ظهر ديالو من جيت العنقرة ديالو وتهزوه كيلتخ عرفوا هذا كراها شديد الحيوية ولكن مايكون شارص حيوية وبزاف كيتركل وليكن مايكونش كيكعكي عد وشارص يعني خاصو يكون ماهكة ماهكة القادية ديال العيني يخاصو يكونوا واضحين وكيبرقوا يعني مايكونوش دابلين يكونو صافين وكيبرقوا لامعين القادية ديال الجسم ديالو قلبوه بضوزو على الجسم ديالو مايكونش في شي نوع من الحب حتى يكون بشكل نوع من الحبوم كين قادية الدير الشعر لها لا يكونش وقف يجب ان الشعر يكون ناعز يكون ناعم كما تشوفوا هنا الشعر ناعم جميع جميع الأرانب اللذي عندي تبارك الله يجب ان الشعر ناعم الحال ان الشعر يشترخ يجب ان يتناول كين قادية ما يكونش معدام يعني من ينتقلبوه ما يكونش مع الضمه يكون هازيل لا خص يكون شوية وافي ما يكونش بين في ذاك السلسل دياله يعني السلسل دياله في الظهر دياله يكون باين يعني العظمه بايني لا كين قد يعوث ان ما يكون سسمين بزاف يعني ماشي بالنسبة للاج دياله العمر دياله إذا كان صغير ما يكونش يعني مكركب بالشحمه يخص يكون ما بين وبينه هنتم ممكن ما كتشوفو هاد الأنثى هاي بحلي طويلة وماشي ماشي عامرة بزاف يعني ماشي سمينة بزاف حدا بها دياله شي شوية سمينة لا ما خصش تكون حالكة تكون حال هاد الشكل هاكا هادي هادي هوا إذا خصت تكون في الحقيقة ما بين وبين قضية أخرى خصو ما يكونش منتفق البطن يعني ما يكونش عنده انتفاخ لأن الانتفاخ كائن أو تليلي اللي يكون عنده انتفاخ خيكون قرب ينموت فإنه ك qualifications منه يدير المربي كي أحايدهم عليه كيف ي��ون علي صف علما في اللي ع بدال بالن العمر يبدو يموتة يموتوا ويحايدهم عليه البطن دياله تكون چوشة، يعني هو بقعة صغيرة مشي حامل هذا غادي يكون انتفاغ دير البطن انتفاغ دير البطن متأكنا غادي غيب ديوع العنو كيف يقوم تلك هده تقول قضية واحدة اخرى ميكونش فيه إسهال يعني مني شوفوا انتما الجهاز التناسل دياله ميكونش فيه واحد الكحولة إلا كان فيه كحولة راه داك راه إسهال يعني الوسخ دياله ماشي كين نزل كريكبات لا كين كحولة يعني راه كين إسهال راه كين إسهال لقد دار الله غالي ديو غالي يموت كين قضية ديال الدكر بس يكون قوي البنية دياله تكون قوية ويكون دبعا مقالون في النزول ما بين الدكار والأنثى الدكار يكون قوي ويكون واقف يعني الأنثى تكون مجموعة واحد شوية لكن الدكار يكون على كي يبغي يبين الفحولة دياله بالنسبة للدكار منين تبغيوا تقلبوا الدكار خص يكون الخصية دياله قد قد ما يكونش خصية كبيرة وخص خصية كبيرة مهمة ومهمة بزاف تاني حاجة ما يكونش فرك يعني منين يوقف ما يكونش رجلي مفالتين خصي ما يكونوا متوازين مع الأرجل الأمامي احنا كنقولوا فرك ما يكونش فرك كين قادية وتاني ديال الأنثى وده بعد شي بالنسبة للدكار أما الأنثى حاولوا أن تكون تهزوها وتحسبو لها عدد الحلامات خصية تكون فيها قتل من ثمانية ما تكونش قلل من ثمانية إلا كانت ستاة ولا أربعة عرفوا أن هذه الأنثى وخات تولد ما الصغار دياله ما تهتمش بهم لأنه غاد يكون مشكل ديال تفاوت ديال ما بين عدد الصغار والحلامات ما غاد يش تقدر أنها تردع الصغار دياله إذا حاولوا إلا ما فهمتوا شي حاجة من هاد الفيديو عاودوه وعاودوه أراه معلومات مهمة وخصوصا الاستجواب اللولة تقدروا تديروه لهذا البائع حاولوا أنكم تحتوي بعض الأسئلة الذكية يعني هو إلا كان بالصح مزيان أراه غادي تقعوا في واحد الحيرة غادي يقول هاد الناس هادول الأسئلة لك يسولوهم رهم أدكيائي يعني غادي تتامان غادي يكون أرخيص لأنه غادي يقول أنتما أراكم كتعاملتم معا كمحترفين ماشي مبتدئين مبتدئ أراه غادي غادي يغشك غادي يغشك غادي يشوفوك عد بادي غادي غادي يغشك مية في المية إذن فيديو كان نظن أني تكلمت على جميع النقط ممكن أنكم تشريوا بها الآن بدي لكم إلا أعجبكم الفيديو حاولوا تشاركوا معنا الناس لماذا لا تشاركوش معنا تكيوا على زر جام باش يوصلكم الجديد ديالي عفوا باش تساندوني وتكيوا على زر الجرس كي يصلكم الجديد ديالي إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقبلة اشتركوا في القناة